قالت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة الموجهة بصواريخ يوساس جيسون دونهام عبرت قناة السويس في منطقة مسؤولياتها ياتي هذا على وقع استمرار أزمة البحر الأحمر وسط تواعد الحوثيين بشن مزيد من الهجمات على الصفن فيما تواصل واشنطن حشد أسلحتها إلى المنطقة أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبية مما سفينة يونانية عملية حماية لسفينة تجارية في البحر الأحمر وفي مشهور لها على منصة إكس أكدت سبيت استمرارها بالمساهمة في حرية الملحة وحماية أرواح البحارة والسلع المشتركة عالميا ولم تكشف سبيت عن طبيعة السفينة التجارية المحمية فيما تواصل هجمات الحوثيين بين الحين والآخر